موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة مغربية في كندا اليوم ان شاء الله معكم وصفة جديدة وجميلة جدا اللي هي الكابكيك وصفة صراحة اللي ستجربوها وغدي تشكروني عليها كيجيوا لي كهد الكابكيك هدو كيجيوا لدات بزاف وكيجيوا منظرا كيجيوا لمنظر ديالهم رائع جدا تحطيهم يعني في الضيوف ديالك بوجهك حمر وكنستعملهم لحسن الوليدات ديالي بالنسبة للمدراسة كيبغيوا لوليدات هد الكابكيك كيبغيوا لي مادلين كيبغيوا لقالت يعني كيعجبهم هد هد الوصفات هدو يكونوا تصيف طيب معهم يعني المدراسة أنا البنات الناس عملت هد الكابكيك قدرت ليهم ثلاثة ناكهات إنك هدو اللوز وإنك هدو الليمون وإنك هدو الفاني كيف ما كتشوفوا يا البنات زعم ما هد هد الكابكيك كيجيوا هشاش بزاف وولدات بزاف وكيجيوا هم قطنين بحل قطن كيف ما كتشوفوا هنا يا أنا كنحل معاكم محدا غير بشتشوفوا اللاتيكسيغ ديالها من داخل كيفا جديرا كتجي فريمو الشيشة بزاف وارطبة بزاف وأهم من هاد شي كامل لأنها كتجي لديدة يعني المدق ديالها من اللي كتجي كتدوب في الفم ماشي كتجي فريمو لديدة بزاف غادي تجربوها غالبنات وغادي تردع لي ان شاء الله الخبار وما تنساوش كيف ما كنقول لكم دائما ديروا لايك للفيديو اللي أعجبكم واشتركوا في القناة وما تنساوش يا البنات تفعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد بنسبة لهاد القناة ان شاء الله وفي مرحة شي حاجة توصلكم انتم اللولين كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديونا الاعجاب ديالكم واندوزوا ان شاء الله للمقادير اللي غادي نحتاجوا فيهم على بركة الله غادي نحتاجوا تلسط البيضات بحرارة الغرفة وغادي نحتاجوا الكأس صغير ديال السكر حبيبات انا كنستعمل هاد الكأس هادا ماشي الكأس ديال العنبة كي يكون حجم يالو شوية صغير كنستعمل كأس ديال الزيت وكنستعمل كأس ديال الليمون بالنسبة الليمون البنات تقدروا تعاوضوه بالحليب ولكن انا كنفضل المدق ديال الليمون لانك يعطي لهاد الكابكيك يعطي لهاد لده وحد لده وحد منك خاصة غادي نستعملو ثلاثة الكيسان صغير ديال الدقيق الأبيض الفورس وكنعبرو بنفس الكأس اللي عبرنا به السكر والزيت عندنا حبيبات بس ديال اللوز إيفيلي وعدنا الحبيبات بس دير الشوكولة عندنا نكهة ديال الليمون يعني الروح ديال الليمون وعدنا نكهة ديال اللوز الروح ديال اللوز حتى هواية وعدنا هنا الحبيبات بس ديال فانيد ديال اللي كي يعجب البليدات صغيرة كيف ما كتشوفوا عندي هنا ثلاثة الأنواع غادي هادو نخليهم غير التزين هادو بالنسبة للتزين عندنا يالبنات غادي نستعملو ملعقة كبيرة من الفاني أنا عندي الفاني ليكيد كنستعمل هاد النوع هادا تقدروا تستعملوا الفاني اللي هو يا الغبرة هادو الملونات كيبقوا اخسياريين إذا ما بغيشوش ديروهم تقدروا تستغنوا عليهم وعدنا يالبنات البايكن باودر اللي كانستعملو منه ثلاثة المعرقة صغيرة يعني بالقياس دير ثلاثة صاشيات يعني ثلاثة الخمارس يعني بالقياس زيال مغرب ثلاثة الخمارس وعدنا هاد الكاب ديال الكاب كيك اللي غادي نديرو فيهم ان شاء الله الكاب كيك ديالنا أول حاجة البناس غادي ناخدوا البيض ديالنا غادي نطربوهم زيان وكيفما قلت لكم البيض كيكون بحرارة المطبخ باش ما هاد الكاب كيك ديالنا يطلعوا يعني ما يبقاش لخاليط بارد كنزيدوا عليهم من الكأس ديال السكر وكنطربوهم زيان أنا بالنسبة طريقة ديالي الطريقة اللي كتبقى شوية خاصة ما كنستعملش الطراب مع أنني عندي الطراب الكهربائي ولكن كنفضل أنني نطربو غير الطراب اليداوي كنطربوهم زيان حتى كتندمج لنا دي كل حبيباس مع البيض وكتدوب بالمرة ما كتتخش لنا الوقت بزاف تقريبا واحد خمسة دقائق ونحنا كنطربو باليد ممكن أنكم البنات تستعملوا الطراب الكهربائي إلا بغيسوا ماشي مشكلة ولكن أنا غنفضل يعني الإنسان غرب الطراب العادي وصافي كنزيدوا كاس ديال الزيس كيفما كتشوفو نحرقو مزيان البنات هادو هاد الكابكيك فريموز ما جاربوهم رائعين جدا كنصحكم بهم صراحة ما ياخدوش البقس بزاف وحتف الطياب ديالهم عندهم عشرين دقيقة ديال الطياب وكتخرجيهم وكيبقى لكم مدة أسبوع كامل في التلاجة ما كترالهم حتى شي حاجة غير صغطيهم مزيان ولا تديروهم في البوطة وكتخبهم في التلاجة يبقى لكم مدة أسبوع كيفما نشتول البنات هنا زدنا الليمون وحرقنا الخالط مزيان حتى كندمجو لنا المقادير كامل اللي عندنا غادي نضيف دبا دقيق نستعملوا الكأس الأول غادي نحركو ونزيدوا الكأس الثاني بالنسبة للبنات الدقيق كنت معولة أنني ندير ثلاثة الكيسان ولكن من اللي بديت نخلط في الخالط في الخالط اللي عندي ونحبس ثلاثة الكيسان إلى ربع تقريبا وحبس أنا بالنسبة للخالط كنخلي شوية أعاقد يعني شهد فراصم كيكونش الخالط جاري حيث إذا خلطتوا الخالط جاري ما غاديش طلع ليكم هذي ما غاديش يطلع لي كاب كيك و ما غايجي وش غايجي ومع جنين من الداخل يعني ما غايجي وش هشاش كيف ماشتم معاي يعني في التقديم ديال هذي كاب كيك هذو أنا درس هنا جوش كيسان أونس أخلط المقادير مزيان وبالي أنا ما زال أخصني نزيد شوية ديال دقيق ما فيها باسو انتوما البنات على حساب نوعية الدقيق اللي عندكم كيفا كنقول لكم دائما نوعية الدقيق إلا كان عندك الدقيق ضغية كيشرب يعني رغا تستعملي تقدروا تستعملي وغرجوش كيسان انتي عينك ميزانك إلا بل لك الدقيق ما كيشربش غا تستعملي غا تستعملي ثلاثة الكيسان أنا هنه غادي نزيد واحد ربوع كاس تقريبا كيف ما غتشوفوا معاي ربوع كاس يعني غير واحد معلقة كبيرة ولا ندير الدقيق وغادي نخلط الخالط مزيان والبنات اللي بغيت نقول لكم أنا في هذ المرحلة هذي نسيس ما درش اللي بايكن باودر نورمال مو كان خصني نديرها مع الدقيق نسيتها حتى الثل آخر لحظة بالنسبة للبايكن باودر ولا الخمارات أنا بالنسبة هذ البايكن باودر اللي عندي كنستعمل ثلاثة المعالقات صغار وبالنسبة الناس اللي في المغرب كيستعملوا صاشيات دي الخمارة يعني اللي فيها يمكن 16 جرام ما بقيش عقل على الوزن ديالها بالضبط ولكن تقريبا ثلاثة الخمارات صغار كيف ما كتشوفو ندير ثلاثة المعالقات من الأحسن تخلطوهم مع الدقيق ما تديروهم شو بوحدهم غير باش ما يبقوش لكم يعني يتكوور لكم في هاد الخالط هادا ولا من الأحسن ولكن أنا من اللي نسيت وماشي مشكل حاولت غن نخلط الخالط ديالي مزيان وغن ناخدوها البنات هاد الخالط غادي نقسموه على ثلاثة أجزاء باش غادي كل جزء غادي نسموه وننكهوه بنسلم معينة كيف ما غا تشوفو معايا هاوما البنات الخالط كيفاش كيكون كيكون عاقد يعني شد فراسو عاقد شوية على الخالط ديال الكيك العادي قصمنا البنات هنا الخالط على ثلاثة الأقسام أول جزء غادي ندير فيه الروح ديال اللوز وثاني جزء غادي ندير فيه الروح ديال ليمون وطابعة الحال الروح ديال الفاني في الجزء الثالث باش كيعطيني نسا ماس مخسالفة واخا كتكون عجينة وحدة ولكن نسا ماس مخسالفة والبنات هاد الروح هادا صراحة كيعطي واحد المادق اللي هو رائع جدا xiinde اشده في الجزء الصور ül feat. الدناس ومنثبق القماد تكون في الجزء المدرس الأحمر انا بغيت غير لون ديالو شوي ولي غوز لان هاداك الأحمر درت غير نقطة واحدة بشي ولي غوز وبالنسبة للخليط الثالث خليتو أبيض لاناني درت فيها الفاني انا بغيتو غير بقبل لون طبيعي ديالو كيفما كتشوفوا البنات هناي الخليط اللي درت فيه اللوز كي ولي غير شوية غوز من الداخل انا كنستعمل الملونات هاد الملونات صراحة غير بش نفرق ما بين النكهات اللي عندي لاناني ما كنخلطهم دائما كنسا انا هي اللي درتها باللوز انا هي اللي درتها بالليمون وماللي كان بغي نزينهم نفس الوشكي اللي كي يكون عندي فقلت علش لي من بدرش ليهم الألوان ديالهم بش نبقى عقلة على الاقل الخليط اللي غندير فيه هاداك الملونات البورس وقالي ندير فيه انك هاد يالليمون ويبقى ليه يبقى يعني مميز على الأخرين غادي البنات هنايا كيفما كتشوفوا غادي نحطو الخليط ديالنا غادي نديرو في هادوك اللي كاب ديال الكويغتاس غادي نعمروهم ومن بعد ان شاء الله غادي ندوزوا باش نزوقوهم باللوز ايفيلي وبهدوك الحبيباس ديال الفانيد وبالليبيباس ديال الشوكولة كيفما كتشوفوا هنا نزوقتهم بالحبيباس ديال رقائق اللوز وبالنسبة لهاد اللوز هادا انا كنتستعملو خضر يعني هو كي طيب مليك الدخلي الفران هو كي ياخد دكت تحمير دياله محد الكاب كيكي طيبو واللوز كيتحمر معاهم بالنسبة لنا واعتاني اللي درسو بالبورس وقال يالبنات زوقتوا بهاد الحبيباس كيفما كتشوفوا سبحو ليا البنات قويت عليكم الهدرة ولكن غير باش نشرح لكم زيان بالنسبة لبنات اللي باقين يالله عمرهما جربوا هاد الكاب كيك هادا ونتمنى ان شاء الله ينال اعجاب ديالكم وتجربوا فريمو صراحة ان هاد الكاب كيك هادو كيجيوا رائعين ولدات بزاف وغادي تجربوهم ان شاء الله وخليوا لي اكمونتر ديالكم التحت باش نشوف في التعليقات ديالكم منتمنى ان شاء الله يكون في المساوى وينال اعجاب ديالكم عندنا البنات زوقت هنا بالبيباس ديال الشوكولة وبالنسبة لبنات التزيين كيبقى خسياري يعني ممكن ما تديروش النكهات ممكن ما تديروش الملونات ممكن ممكن ما تزوقوش من الفوق يعني تديرو غير اللي كاب كيك عاديين وطيبوهم ودهنهم بالكونفيتير فقط كيجيوا رائعين يعني ما تحتاجوش هاد غير انا مع الوليدات كيعجبهم هاد الكاب كيك هادو بالالوان وهذا كنستعمل هاد طريقة كنخشيوهم البنات في الفرار اللي يكون بارد عادي كنشعلو 360 درجة لمدة 20 دقيقة ونرجع معاكم باش شوفوا الشكل نهائي اللي هو هذا نتمنى يا البنات يعجبكم هاد الكاب كيك وتجربوه واكيد اكيد اكيد انكم اللي غتجربوه غادي ان شاء الله غادي ستدعوا معي بالخير ما تنسوش البنات لايك وسبسكرايب وفي امان